أعلنت قوات العمالقة الجنوبية عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية في مدنية حيس بمحافظة الحديدة تمكنت الدفاعات الجوية لقوات العمالقة من إسقاط الطائرة التي كانت تحلق فوق مواقع القوات وإسقاطها بنجاح هذا وتواصل ميليشيات الحوثي خرقها للهدنة الأممية في مختلف جبهة القتال بمحافظة الحديدة وإطلاقها طائرات مسيرة تحمل متبجرات وأخرى استطلاعية